اشتركوا في القناة ممتعة جدا لعل اهم ما فيها في بدايتها تسجيل لويس مكسوني هدفين كان فيهم رد كبير جدا وايضا فيهم نوع من التأدير من قبل المحللين المعلقين على هذه المباراة البداية يمكن دي اهداف الغزالة الرائعة ويا رب دايما رائعة بص الجود ده هارجع تاني عاديك تركز على حسين الشحات حتى لما جاتوا القرى الجود عمل ايه تاني تابعوا معايا ادي حسين الشحات الوحيد اللي موقفش والوحيد اللي باصة والوحيد اللي جاهز واستنى ياخد القرى شوف عمل ازاي حسين الشحات حس انه عمل الدور اللي لازم تاخدوا بالكم مني يا جماعة عايزين مني ايه دعم كل لعبته لازم دعم لا هو نفسه حس انه عمل دور اه وانا بقول لك الجود ده على قدر ما يحسب لمكسوني لازم الناس تخلي بالها اهو شواء شواء ارتدت العرض جري اطع وضغط وباصة وخد مكان وسع له يعني يعني على الفكرة جزء من ابداع الالف المباراة دي هو اللعبة دي تلعب مراكزية حالة السيولة اللي في الملعب عملت كل هذه الخطورة المرونة التكتكية لكل اللعب عملت كل هذه الخطورة بصوا الطرفين يعني لويس مكسوني وحسين الشحات بدين المباراة طرفين هم دلوقتي في عمق قلب مركز رأس الحرب فهي حالة من السيولة واللا مركزية تقريبا انت ما تقدرش تقول هو مكسوني شمال ولا يمين حسين الشحات يمين ولا شمال يمكن شوية أفشة لانه رجع لمركزه كالصانع لعب في عشرة زادت خطورته وتمريراته الحياة كانت رائعة جدا مفيش أروع من تمريرات أفشة في المباراة دي إلا تمريرات حمد فتحي اللي جاب منها مكسوني شوف الفرحة الحقيقية بص محمد شريف هو فرحان به اه وده اللي أنا عايز أكلم برضو زي ما تكلمت علي أفشة عايز أكلم على محمد شريف اه أنت لعب هدف مطلوب منك أنك تهدف لكن لك أدوار في الملعب أنت تؤديها بكفاءة عالية جدا لا تحركه أحيانا هو اللي بيساهل التسجيل ولذلك ولذلك أوعى تتصور أن غيابك عن تهديف مطشين أو تلاذة معناها أن ده حيهز صورتك عند الناس اللي بتفهم في الكورة ده كلام مهم جدا اللي شريف الحقيقة وجاية جاية وبعدين هو هو حتى سيء البغت في أكتر من من مباراة حتى وإحنا في كاس العالم يتلغي له جون اه ويعني عايز أقول أن لأ لو لأن اللعبة كلها عارفة تتحرك شوف السروب باس وشوف التاني بيستقبلها زو القرار الشحات ويروح حطتها بالمهارة دي والدقة دي لا الغزلة كات ريئة واللعبة كات فيئة ايوه وله يا جماله وله يا جماله طيب أنا زي ما قلتلكو في حالة من اللا مركزية في نوع من السيولة في الملعب الكل بيتحرك في كل الأماكن في تنغم في تحركات اللعبة وتبادل المراكز في حالة بدنية فيئة وفي معنويات عالية جدا في الملعب في غزلة ريئة بجد عشان كده هذا الأداء الرائع جدا والراقي جدا والمبدع جدا خلى للأهل مكاسب كتيرة في هذه المباراة خلي ما لك نحن بنقول الغزلة ريئة أستاذ إبراهيم ده دليل على أن المزاج فعل حالته ولا يمكن يكون المزاج راقي اللي زكاة حالتك البدنية كوي صحية عشان كده بصوا على المكاسب الكتيرة جدا دي مباراة من أكتر المباريات اللي قدمت مكاسب كتيرة قوي بصوا بقى هذا الهدف ممكن نتابع زياد وهو جاي شوفوا زياد طارق شوف زياد طارق واحتضان اللعيبة اللي هو وتشجيعهم اللي هو فرحتهم بيه إضافة نوعية هيلة جدا زياد شوف شخصيته جاي منين أنا عادة تشوف شوف حسام حسن اللي راجع من إصابة وبيسجل شوفوا رهان الجهاز الفني لما يدي شريف جزء ويد حسام حسن جاي منين آه ويتحرك إزاي وبيشاور ده هو اللي بدأها من الرايد وثقة السلية إنه حطاله هنا وهو واخذ القرار ده لعيب عنده شخصية بص احساسه حتى آهو الكادر لما تفتح تشوفه هو الكرة سابتة ومتنبئ إنه تحرك هنا عشان يخد إحنا بنتكلم كمان على طرفين ما شاء الله محمود وحيد وكريم فؤاد مكاسب هيلة جدا ما حسسوناش إنه فيه طرفين هايلين في الفترة اللي فاتت وبقالهم فترة هاني ومعلول الاتنين لما المسلمان يريحهم ويد كريم أو يدي كريم فؤاد ويد كمان محمود وحيد الاتنين يعملوا مبره كبيرة جدا مع حسان حسن لما يستبدل طبعا خط النص حد سواله حرج عن القوة والنجاعة اللي فيها قالو ديانج مع السلية وحمدي فاتحي سلاسي يمكن ده أفضل خط وسط في أفريقيا دلوقت الحقيقة ربنا يحفظه يا رب يا رب يا رب احنا بنون كده احنا لسه فيه ماتش مهم جاي نتمنى نشوف الحالة دي تاني ترجمة نانسي قنقر